إصابات بمرض غامض انتشرت في إحدى قرى صعيد مصر أثار هذا الخبر اهتمام المصريين وتناقلت وسائل الإعلام المحلية الخبرة وربطته بمرض حمى الضنك ليتوجه الكثيرون إلى محركات البحث لمعرفة المزيد عن هذه الحمى فما هي؟ وهل هي فعلا السبب وراء حالات الإصابة؟ انتشرت أخبار عن استغاثة أحد الأشخاص بقرية العلاقات في محافظة قناة جنوبية القاهرة حول إصابة أكثر من 250 شخصا بمرض غريب ووجود أعراض مثل ارتفاع درجات الحرارة والصداع والاستمرار بهذه الأعراض لمدة أسبوع أكد الدكتور سامير عنتر وهو استشار الحميات والأمراض المعضية في مقابلة على قناة تن المصرية إن هذا الفيروس هو حمى الضنك وهو مرض غير جديد إذ تم رصده منذ أكثر من 100 سنة ويتم نقله عن طريق لسعات البعوض ما هو مرض حمى الضنك وما هي أبرز الأعراض؟ بحسب منظمة الصحة العالمية حمى الضنك هو عدوى فيروسية وينتقل إلى البشر عن طريق لسعات البعوض الحامل لتلك العدوى وحمى الضنك هي نوع من نوع طبعا البعوضة هي نوع يسمى الزاعجة المصرية التي تنشط خلال النهار أكثر حالات حمى الضنك تكون أما من دون أعراض أو تكون فيه الأعراض الخفيفة من الأعراض الأكثر شيوعا هي الحمى الشديدة الصداع، الألان في الجسم، الغثيان والطفاح الجلدي وتستمر لمدة تتراوح بين أسبوع لأسبوعين هناك حالات أخرى تصبح الأعراض فيها أكثر شدة وعندها يعاني الشخص المصاب من التقيئ المستمر وكذلك مصاحب ذلك بنزيف في اللثة أو الأنف ألم شديد في البطن تنفس بشكل سريع وقد تصل أحيانا إلى الوفاة في الحالات الشديدة نشر الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي التخوف من هذا المرض الغامض الذي ظهر في قنة وطبعا لا شك أن هذا أمر مخيف ومقلق مثلا بها يقول مرض حمى الضنك انتشر بين الأهالي في قنة والمرض مريب وما حدش فهم حاجة والناس مرعوبة أما نبيل يقول مرض إنه أو مرض قنة النادر طلع اسم حمى الضنك فعلا متسائلا بعلامة استفهام أما هنا تدوينة أحمد الدردة أنا خدته ناس كتير هنا في السكندرية أحمد له تجربة مع هذا المرض أما أم محمد تقول أم محمد نفس المرض ظهر في سفاجة البحر الأحمر لفترة ولغاية دلوقتي الدردة لا يريد حد من المسؤولين يتحرك مشاهدينه في ظل كثرة التساؤلات حول هذا المرض الغريب نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية بيانا تؤكد فيه إرسال فرقا من الطب الوقائي والعلاجي إلى محافظة قنة وسحب عينات من المرضى وكذلك عينات من المياه والصرف الصحي لمعرفة معلومات أكثر حول هذا المرض وأضافت الأعراض المتشابهة تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة والألم في العظام والإعياء وتستمر من ثلاثة إلى خمسة أيام وهي أعراض مشتركة بين كثيرا من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا والنزلات المعاوية والحمى التي تنتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة والشرب السوال تقدر مشاهدين منظمة الصحة العالمية حالات الإصابة بحمى الضنك من 100 مليون إلى 400 مليون حالة حول العالم وغالبا ما تنتشر حمى الضنك في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية كما تكثر في المناطق الريفية والضواحي ومن المناطق التي تم رصد حمى الضنك فيها هي أفريقيا وقارتا أمريكا وجنوب شرقي أسيا من توصيات منظمة الصحة العالمية للوقايم الفيروس حمى الضنك هي ارتداء الملابس تغطي أغلب مناطق الجسم استخدام مواد طاردة للبعوض والتأكد من إغلاق النوافذ بشكل جيد شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها